أهلاً بكم من جديد بيسعدني أن يشاركني في هذه الفقرة نجمينا كابتن أحمد عيد عبد الملك مساء الفول أستاذ محمد وحمد الله على سلامتك وعوداً حميد وإننا مفتقدينك الأسبوع اللي فات كابتن بريغي كان أقيم دلواجب على فكرة أنت عارف فيلم الهروب بتاع أحمد زاكني؟ أنا أهرب منه شوف هو أفغير هروب إزاي؟ أنت أهرب منه كابتن ساد محاوض مساء الفول إزاي حضرتك أسلم حامد الحمد لله على سلامة ويعني نورنا والله لا خليك وحش لها الأسبوع اللي فات بس إحنا مجناش برضه يعني أنا وعيد مجناش الأسبوع اللي فات لا اليوم الحد اللي فات أنت لما احتلي من كحك لكحك أنه التلاتة بتوع ماتش القمة كان السبت الماتش مش كده ولا كان جمعة كان السبت بقي كان السبت وانا أقول لك أحمد يدعين ايه تعبانة تقوليي صح؟ إنت تكنت تشاكك ولا لأ؟ خلاص أنا على السبت يعني عادي العفو عند المقدرة يا فحمد الحمد لله انت في مرحلة دليل المشكلة اللي هو ما سبأش السنة اللي فاتت أنا عزت اقوله شفت بقى لا بأقولك Kurt لا ما كنتش بأقولك مبروك السنة ما هو الأهلي بصص الأهلي تناك ياخد سنتين ما ياخدش حاجة التالتة ما ينفعش لازم ياخد كل حاجة لا التناكة ايه شو يقولك انا مش محتاج تقولي اه يعني مثلا جابوا قندوسوا و الدنيا تقالى بيتوا بالاخر قالك سيبوا المنتخب الجزائر مش هناخدوا في كاس العنب الاندية الله التناكة معهم فلوس مش تناكة ما انا بقولك معهم فلوس طب بيسوقوا صح يتسعى بقى الغرامة طب انا ما هتدفع ما تقلقش تفاكر لما كنت بقعد اقول ان الرعاية لها النظام وقصص وبتفرق جدا مع الاندية وان يا جماعة اتزى مالك شعبته ضخمة ويجب ان رعايته تكون اكتر من كده بكتير ولو في اي حاجة الادارة تتذكرها ولو في حاجة الرعاية اصدرها دي سيستم تصلحها تفاكر لما كنت بقول كده فاكر طيب يعني فرقة مع الاهلي جد دلوقتي في السيولة وانه بيدفع وبجيب وبعمل وبيساول ولا مش فرقة فرقة طبعا بقولك هو النادي الواحد اللي معه فلوس في مصر وهو بيرامز لا في الاندية معه فلوس كتير يعني بيرامز معه فلوس فارقه معه فلوس فيوتشر معه فلوس والله يا كابتنساي كل الاندية معظم اندية الدورة اللي لقيت معي يعني اول هذا اسوان يعني اسوان الاسماعيلي الاتحاد برضى شوية اه انما فيه سبع تمن فرق كده معه وحتى بما فيه مزمالك مزمالك على طول بيقول ان هو معه يعني مفيش حتى الموقف اللي حصل بتاع الاستاذ مامدو حباس بعدها بسي بعد السباقات بتبقى انت محتاج تخلصها كاش يعني احنا حتى وهنا بنتكلم على والربع مرتق يجيبوا ناشئ يعني يشتروا ناشئ وبعدين هم البنك الأهلي كده كده يعني هم اللي بيحطوا الفايدة ما يزود لنفسه على فلوس بس ناصر ما ينسي يفرق كصفقة هو السنة دي يعني السنة اللي فاتت كان فايق ناصر صراحة صوى البنك كله السنة اللي مش فايق الفرقة كلها مش فايق هو كمان السنة اللي فاتت الدوري للتاني روح فرق كتير جدا مع البنك الأهلي هو كفروت برضو سنه مش كبير ده منتخب أولمبيكا ما أنا بقول لك سنه مش كبير وهو لعب منتخبات من صغره هو لعب منتخبات من صغره هو من نفس السن يعني يعني من الفراو ده اللي برضو اللي في مصر اللي اعتبر تقدر تقول علي كويس ما قدرش أقول اللي هو حاجة صوبر بس هو لعب كويس يعني يفرق أصد مع الزمال يلعب على سيفي الجزيري هو بص الزمالك برضو محتاج الإسطام بضية يعني الزمالك افتقد عمر السعيد أنا بفوجة نظر مثلا أنا بكلمك نفس الإسطام يعني اللي هو فروت صندوق من جوه مش متحرك بس بره والكلام ده يعني بس الناصر بتحرك بره عارف إن الناصر متحرك بس هو في الآخر بيلعب على الجول كتير يعني هو بيلعب على الجول كتير ومحطة كويسة يعني الزمالك مفتقد لحاجة زي كده أو حتى لو سيف وحش أنت كنت بتنزل سامسون الموضوع مختلف والزمالك مسته إن مثلا نزيزه بيعد بيعمل كروس مش عارف محد بيعد من نحت الشمال بيعمل كروس إلى الحاجات دا فمحتاج فروت في الصندوق يجيب جول ومفتقد يعني النهاردة إن الزمالك أول مرة فروت يجيب للزمالك جولين في الدوري السنة دي يعني سيف دول أول جولين بالنسبة له السنة دي ما جابش جولين في الدوري ما فيش فرودة جابت له جولين في الدوري بس إيه أكتر نقطة إيجابان لقد تنسايد إن سيف جاب جولين يعني يديك إحاق إنه بيرجع هو من قبل كاس العالم لغاية النهاردة وهو بعيد الحقيقة هو سيف لعيب كويس جدا بس لو تبعته خلال مسار فهو لعيب مودي شوية بتأثر بالمدربين بس بيقوم الزمالك بتأثر بالمدربين يمكن إحنا كنا موجودين قبل ماتش الناد الألم ما سألتني عن اللعيب مين أخطر لعيب في الناد الزمالك قلت لك الجزيري أنا بشوفه من اللعيبة الكويسة جدا بس إيه دور السنة اللي فاتت في التلت الأخير من الدوري وكاس معصر الماتشات كتيرة جدا بس في الوقت اللي هو كانت علاقته كويسة مع فريرة أما راح معصر لتونس ورجع متأخر شوية بعد ماتش أو ماتشين وبعد كده بدأ يدخل الفرقة بدأ يبقى ماشي بمستوى يعني فرق معنات الزمال الجد السنة دي نفس الكرام برضو مراح كاس العالم ورجع من بعد كاس العالم هو بعيدا تماما عن مستوى يمكن المباراة دي ممكن ترجعه تفوقه آه طبعا ويفرق يعني السفر لما يكون فاق يفرق هو العيب كويس جدا العيب كويس جدا يعني ناصر منس يلعب عليه ولا لو سف فاق ما يلعبش عليه ناصر لا مش حكايت يلعب عليه وما يلعبش عليه كل عيب بالجزيرة اللي هو في الحالة بتاع النهاردة لا مش هيلعب عليه طبعا